أفاد مراسل إخبارية في الحد الجنوبي أن القوات السعودية تصدت لهجومين من قبل الإنقلابيين في اليمن قبالة الربوع وظهران الجنوب وخلفت العملية خسائر في صفوف الإنقلابيين في الأرواح والعتاد وأضاف مراسل إخبارية أن الأوضاع يسودها الهدوء بشكل عام باستثناء بعض الجبهات التي تشهد محاولات فاشلة من قبل ميليشيا الحوثي التي تحاول التسلل هذا وقتل أكثر من سبعة مسلحين من ميليشيا الحوثي في محاولات تسلل فاشلة على الحدود فيما قتل أكثر من عشرة قياديين حوثيين خلال الأيام الثلاثة الماضية قبالة الحدود